أذكر في أوائل السبعينات تم اختطاف المرحوم حميد الحصونة في القاهرة وهذا الرجل كان عسكري وقائد الفرقة الأولى هذا الرجل يبدو لي أنه كان يعارض الحكومة أو يعارض السلطة تمت عملية خطفة من قبل عناصر المخابرات في السفارة وأشيع في وقتها أنه هذا الرجل توفى توفى بسبب هذه العملية؟ توفى وشحن بتابوت بقباسي هم اخترعوا قضية اخترعوا قضية القتل الموت ماتة موت مخترع من عدد على أساس أنه دزوا كجثمان إلى العراق مخابرات المصرية في حينها راقبت العملية جيدا يعني هم افترضوا ميت وخلوا بتابوت ميت نعم كمواطن عراقيا ميت ويردوا يروح إلى أهله لازم خدروه في الحالة بالتأكيد كشف قبل ما يصعد إلى الطائرة وكشف أنه لا زال على قيد الحياة والرجل بقى بعد ما حرروا المخابرات المصرية فترة طويلة جدا أدلة بمعلومات عن خطفة من قبل عناصر في السفارة على أساس أنه يؤخذ إلى بغداد لتصفيت وبوقتها تم تقريبا تعتيم على هذه المسألة بس هاي ما سمعنا بها كثير من قد يكون أنا أكبر من عمرك لا لا بس هو يعني خلينا من العمر بس هاي دائما عادة هاي حوادث تسرب للإعلام في حينها كانت ضجة فعلا يعني تصفية معارضين عراقيين نعم هاي موجودة كعنوان عريض موجودة لكن أن تستعمل السفارة هذه لم تظهر بشدة إلا بعد انشقاق ضابط ولا كتب عنها حتى الحادثة كتب عنها إذا تبحث الآن تلقي أكو مكتوب عنها مصريين كتبوا عنها؟ أعتقد المصريين لا لأن كان أكو غطاء حديدة من المخابرات المصرية على هاي الحال بزمن السادات هذي؟ لا بزمن عبد الناصر عبد الناصر بالسبعين توفى ايه قبل ما يتوفى عبد الناصر لأنها تسعة ستين سبعين ايه هاي الفتر اللي هي كانت أيام تصفية المعارضين جابر حسن الحداد والمجموع عمالتها كلها سيد حميد اللي حصلنا شي سوا بالقاهرة لاجئ كان لوجه يبدو لي أنا كان لاجئ أو أقام هناك آخر عمره حتى يمكن وين اكتشفت القضية؟ بالمطار؟ بالمطار القاهرة قبل صعود هذه الطائرة العراقية قبل صعود التابوت؟ نعم تابعيها جماعة؟ تابعيها نرجع مرة ثانية الفضيحة الأكثر وضوحا والأكثر انتشارا هي انشقاق ضابط ورتبة نقيب في المخابرات العراقية سنة الـ 84 84؟ نعم الشخص كان يدعى ماجد عبد الكريم حسين هرب من المخابرات العراقية واستطاع الوصول إلى السويت وطلب لجوء بالسويت وبدأ هذا الرجل بالتحرك لفضح أو كشف نوايا الحكومة العراقية شنو نوايا؟ تصفية المعارضين شبكة من القتل منتشرين في المناطق لتصفية الخصوم تأسيس دائرة مختصة بالاغتيالات تأسيس دائرة في دائرة المخابرات مختصة بالتفجيرات هذا الرجل بدأ يتحرك من وراه؟ يعني هو انشق واحدة لورا جهة يبدو لأنا لم تكن هناك جهة هذا الرجل بتأنيب الضمير بصحوة عراقي بدأ يتحدث بهذا الشكل تقرر تصفية نحن نريد نحاكمها محاكمة عادلة نعم بال84 كانوا ضباط المخابرات مدللين بالعراق نعم واعتقد ما كان واحد يعني يصحى ضميرا بهذا الشكل من عندهم ويطلع لازم أكو خلفيات عنا ما نعرفها بالتأكيد يعني يوجد أكو عناصر طيبة أكو عناصر كثيرة جدا وطنية تشعر بأنه أو عنده مشكلة بجهازة بظيفتها أو ممكن نعم عنده مشكلة لكنه لم أطلع قطعا على الأسباب الموجبة نحن ما نقدر نحكم أنه هو طلع حتى يفضح بدأ يفضح ما طلع لأنه يفضح لأنه لو ساكت قد يكون ما تتعرض للحكمة العراقية ولكن جلب انتباهها بدأ يتحدث ماجد عبد الكريم ماجد عبد الكريم عسين 1904 و84 فتم التحرك عليه من قبل عناصر المخابرات العراقية في السفارة العراقية في ستوكهول لتصفيت تم استدراج بنت اسمها جميلة شافي تعمل في جهاز المخابرات العراقي وتقيم في السويد في ستوكهول بدأت تتقرب إلى إلى أن تقدرت أن تتوصل وتدخل إلى الشق مكلفة بالعمل هي بالمخابرات؟ مكلفة بالعمل بمخابرات أن تستطيع أن تدخل إلى شقة حتى توفر فرصة فتح الباب يعني الخطة تقتضيه نعم المنفذ للعملية القتل وإذا التصفية كان الملحق الثقافي الملحق الثقافي اللي هو عنصر بالمخابرات العراقية اللي هو شسمه؟ علي موفق حسين الملحق الثقافي أي هذا الرجل كان مكلف هو بالقتل وتمكن من أنه بمساعدة جميلة أن يدخل إلى الشق وتم قتله يعني جميلة استدرجة ماجد نعم قضية عاطفية كذا نعم 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 ودخلتها بالفخ نعم وإجاء بعدين الملحق موفق دخل عليه قتله بعد ما قتله قطعوا جثثه إلى عدد كبير جداً من القطع ووزعت بأكياس ورميت في أحد غابات استكهول حينها اكتشفت بعض معالم الجثث جثة بالمعالم استكهول من قبل مخابرات السويدية بغتها في حينها وبدأ تحقيق واسع جداً وبتقنية عالية اكتشف أن هذه الأمرأة اللي استدرجته معس الملحق الثقافي سافروا عن طريق استكهولم إلى كوبنهاجين ومن كوبنهاجين إلى باريس وذهبوا إلى العراق وهذا الرجل لمّوا أوصاله وبدأت المخابرات السويدية تجمع التحقيق وأصدرت أمر قبض على الملحق الثقافي وعلى جميلة شافي ونشرت صورتهم في مراكز الشرطة وفي الأماكن العامة حول وجود أي معلومات عن هؤلاء الأشخاص وفتحت قضية ضد السفارة العراقية باعتبار أنه كان شخص من السفارة العراقية يعرفون بارتكاب هذه الجريمة بس هذه كانت الحديث عنها محصور بالسويد يعني إحنا بالعراق ما اسمعنا بها ولا تحدثت عنها وسائل إعلام عالمية تعرف فيش قضية يقتل بالعراق ما تسمع عنها بالعراق ما اسمع بس حتى بعدياً موجود الآن موجود الآن موجود الآن موجود بالأنتربون بالأنتربون نعم وموجود صور القاتلة وصور القاتل وأيضاً لا زالت وتعرف أنه حضرتك مقيم بالسويد الآن هل هناك ملف لهذا الموضوع؟ نعم حتى الآن حتى الآن موجود والجريمة في السويد لا تتقادم بالزمن أو لا تسقط بالتقادم لا تسقط فبالتالي أنه لحد الآن مطلوبين ولو يزور صفحة المخابرات السويدية أو الأمن السويدي تجد أن هؤلاء مطلوبين حتى اللحظة للأمن السويدي